أهلا بكم في نشرة الأخبار والبداية بالعناويد مسيرة حاشدة في تعز طالب الحكومة بدعم الجيش والمقاومة لتحرير المحافظة من الميليشيا اغتيال قيادي في المقاومة بلحج والتحالف يشن غارات على مواقع لعناصر تنظيم القاعدة حقول الألغام تهدد حياة المواطنين في المناطق المحررة السلام عليكم خرج أبناء تعز وعدد من قادة الجيش والمقاومة في مسيرة جابت شوارع المدينة عقب صلاة الجمعة أطلب المحتجون الرئيس هذه والحكومة بسرعة إمداد مقاومة تعز بالسلاح حتى تحرير جميع المحافظة من ميليشيا الحوثي والمخلوع طريقة أخرى تجربها المقاومة في تعز هذه المرة تخلت عن السلاح ولول برهة من الوقت وتوجهت إلى الشوارع للهتافات والمطالبة بالدعم والتسليح فهل يسمع هادي أو رئيس حكومته بحاح الغافلون أصلا عما يجري لتعز فالواضح في هذه المحافظة بصورة أو بأخرى وبعدما يقارب عشرة أشهر يمكن القول عنه اليوم أنه تخادل من المسؤولين عن تسليح وتدريب الجيش والمقاومة أو على الأقل تركهم وحيدين دون إمدادهم بالسلاح يواجهون مصيرهم على انفراد خاضت المقاومة والجيش الوطني في تعز أكثر من معركة فاصلة وكسرت الميليشيا في أكثر من جبهة لكنها خلف كل انتصار جزئي أو تحقيق تقدم تنتظر العودة إلى الخلف قليلا لانتقاط الأنفاس وترتيب الصفوف مجددا فأوضاعها خصوصا في أمر التسليح العسكري تجبرها على ذلك من جولة إلى أخرى في تعز أيضا سشهد مدني وأصيب أربعة آخرون جراء تجدد قصف الميليشيا لحياة السكنية في المدينة وقالت مصادر محليا الميليشيا قصف تحيا عصيفرة والزهراء والصفاء وثعبات وحي السجن المركزي والأجينات ما تسبب بالسشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين حالتهم حارجة وأسفر القصف أيضا عن خسائر مادية كبيرة وتدمير منازل سكنية نبقى أيضا في تعز حيث أعلنت المقاومة الشعبية مقتلة تسعة وعشرين من الميليشيا في الغارات الجوية والمعارك التي تشهدها عدد من الجبهات وبحسب بيان للمقاومة فإن معارك عنيفة تشهدها مواقع عدة في منطقة الضباب وسط تحليق مكثف لطائرات التحالف وبحسب مصادر محلية فإن المعارك تتركز قرب حدائق الصالح فيما شنت المقاومة قصفا كثيفا على مواقع الميليشيا في تبة الخزان ومنطقة المقهاية وينضم إلينا الآن من تعز مرسلنا حمزة أمين حمزة ماذا عن المسيرة اليوم التي شهدناها ويتقدمها قيادات في المقاومة والجيش الوطني ما هي أهم مطالب هذه المسيرة نعم اليوم صلى المئات من أبناء تعيد في ساحة الحرية في جمعة موهى جمعة الشكر لعافقة الحادي عقب الصلاة المسيرة استجابة شوارع المدينة انطلقت من ساحة الحرية مرورا بشارع التحرير وتوقفت في شارع جمال طالفت المسيرة التي جابت شوارع المدينة رددوا فيها هتافات شكر لجول التحالف تزامنا مع الذكرى الأولى لانطلاق عاصفة الحزم المسيرة التي شاركت فيها القيادات السياسية في المحافظة وقيادات المقاومة الشعبية قاموا أيضا بترديد شعارات تطالب الحكومة للنضع إلى مدينة سعز وسرعة إمداد المقاومة بالسلاح من أجل تسر الحزم الذي عدم جديد واستكمال عملية التحرير في المدينة نعم حمزة فيما يتعلق بالقصف الذي شهدته بعض الأحياء في المدينة من قبل الميليشيا هل هناك ضحايا أو شهداء ساقطوا خلال هذه العمليات عمليات القصف نعم ميليشيات الحوثي وصالها الإنقلابية تواصل قصف الأحياء السكنية وترتكب كل يوم مجازر جديدة ردا على الهزائم التي تتكبدها في الجبهات نعم مجازرة في الأمس قامت الميليشيات في قصف أحياء متفرقة حي عصيفرة وحي كنابة وحي فعباس حصلة في الأمس هي شهيد وعدة جرحة وأضرار كبيرة في المنازل التي تم قصفها من قبل الميليشيات الإنقلابية نعم حمزة ماذا عن الوضع في الجبهات المحيطة بالمدينة؟ نعم في الجبهة الغربية حولت الميليشيات بالأمس التقدم في منطقة الضباب استطاعت الوصول بعد معارك عنيفة إلى المنشاة العامة التابعة لشركة النفط لكن شباب المقاومة الشعبية بعد معارك عنيفة استمثلوا من استعادة المنشاة وطرار الميليشيات من الموقع أيضا بالأمس فجران شاركة طائرات الأبتشيات التابعة لدول التحالف بالمعارك التي دارت هناك حسب ما أوضح قائد الجبهة الغربية أيضا قامت طائرات تحالف لقصف مواقع تمركز الميليشيات في مثلث مطرق شرعب تمكنت خلالها من إعطاء طاقم ودرحة من الميليشيات نعم وكما استمكنت أيضا من تدمير طاقم وهيلوكس في غارة على منطقة الربيعي قامت أيضا طايران التحالف بباربات مكتفة ومركزة على جبل الزواج البلوازعية وأيضا وادي حدران وسبة شفتي الشرق المدينة وجبل غراب في شارع الخمسين شمال المدينة نعم مرسلنا حمزة أمين شكرا جزيلا لك قال المتحدث باسم المجلس العسكري في تعز العقيد منصور الحساني إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنتها من السيطرة على عدد من مواقع الضباب بعد معارك عنيفة وكشف الحساني أن الميليشيا سحبت مقاتليها من جبهات الحدود وأرسلتهم إلى تعز لفتا إلى أن القوات صامدة وتحقق الانتصارات احتدام الاشتباكات بين الجيش الوطني والمقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع في جبهة الضباب المدخل الجنوبي الغربي للمدينة وكثف الجيش الوطني والمقاومة من عملياتهم العسكرية على مواقع تمركز الميليشيا في تبة المقهاية وتبة الخزان وحدائق الصالح ونقطة الهنجر التي أعادت من خلالها الميليشيا حصار المدينة وبالتزامن مع ذلك جددت مقاتلات التحالف غاراتها على مواقع تابعة للميليشيا في مثلث مفرق شرعب وتبة الخلوى في الربيعي وفي وادي حذران مخلفة قتلى وجرحة وتدمير عدد من الآليات العسكرية وتأتي هذه العملية بهدف فك الحصار على الرغم من الإمكانيات البسيطة التي تملكها المقاومة والجيش الوطني وعلى صعيد متصل أعلنت رئاسة أركان الجيش الوطني أنها أعطت أوامر عملياتية لإصار الدعم والتعزيزات إلى تعز بناء على توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة بدوره أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في تعز أن العدو الرئيسي هو ميليشيا الحوثي وصالح وأنه ليس من مصلحة الجيش ولا المقاومة أن تستدعي الخطاب المتشنج أو أن تفتح جبهات أخرى في الوازعية غربي تاعز داهمت ميليشيا الحوثي والمخلوع منازل المواطنين واختطفت خمسة منهم وقال مراسل بلقيس إن الميليشيا داهمت منازل المواطنين في قرية حناهو شرقية الوازعية واختطفت ثلاثة أشخاص من أبناء بني علي وأثنين من أبناء المعامرة واقتدتهم إلى جهة مجهولة وتواصل الميليشيا اختطافها المدنيين ومداهمة منازلهم في عدد من المناطق التي تسيطر عليها نبقى في تاعز حيث شن الطائرات التحارف العربي سلسلة غارات على أهداف للميليشيا في جبهات عدة استهدف القصف الجوي مخازن أسلحة في منطقة الرديف وتجمعات للميليشيا في مديرية الوازعية غربي محافظة تاعز وتشهد عدد من المناطق في مديرية ذباب والوازعية معارك متقطعة بين المقاومة والميليشيا الجبهة الغربية لمحافظة تاعز أكثر الجبهات حصادا لعناصر الميليشيا تميزت هذه الجبهة عن بقية الجبهات كونها مثلت مصيدة لعناصر الميليشيا طيلة فترة المواجهات فلا يكاد يمر يوم ولا يخلو فيها مكان دون وقوع عناصر الميليشيا في فخ أحكمته لها عناصر المقاومة تمتد الجبهة الغربية لتشمل المناطق والمديرية الساحلية بدءا من الوازعية ومرورا بذباب وحتى منطقة باب المندب الاستراتيجية هنا بعض من أفراد المقاومة وهم يترصدون ويعدون الشراك تحسبا لأي هجوم قد تقدم عليه عناصر الميليشيا وهنا يتم تأكيد حضور المقاومة وسيطرتها ونظرا لطبيعة المنطقة الواسعة وطولها على امتداد الشريط الساحلين فهي تحتاج إلى يقظة ونباهة خاصة وهكذا تتم المهمة والتمشيط طيلة الوقت للإبقاء على الوضع آمن وتحت السيطرة في المناطق المحررة من جهة ومن جهة أخرى نوع من الاستعداد لاستكمال تحرير بقية المناطق والمديريات في المحافظة نفذ عدد من الناشطين حملة حب لها لإزالة وتنظيف شعارات ميليشيا الحوثي في المناطق المحررة من الجبهة الغربية في مدينة تعز واستبدل الناشطون شعارات الميليشيا بالعالم الوطني وشعارات داعمة لأفراد الجيش والمقاومة كما يقوم الفريق بتنظيم أنشطة داعمة للجيش والمقاومة تتمثل في تقديم الماء والغذاء لهم في عدد من المواقع اختطفت الميليشيا مدنياً واقتادته إلى جهة مجهولة في مديرية حزم العدين بمحافظة أب وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن الميليشيا اختطفت المواطن محمد نعمان الحميري عقب مداهمة منزله في قرية مسورة بعزلة بنوائل وفي السياق ذاته قال المركز إنه تم العثور على جثة شاب يدعى رياض الورافي في باحة كلية التربية بجامعة أب التي تسيطر عليها الميليشيا دون أن يورد تفصيلاً عن الحادثة اختال مسلحون مجهولون قيادياً في المقاومة الشعبية بمدينة الحوطة عاصمة لحج وقالت مصادر محلية إن مسلحين اختالوا محمد أشربيني وهو على متن دراجته في منطقة بيت الهراني أثناء عودته من جبهة باب المندب ولا ذو بالفرار وانضافت المصادر أن أشربيني أحد المشاركين في جبهة باب المندب وفي سياق آخر قالت مصادر محلية إن التحالف العربي شن غارات على مواقع لعناصر تنظيم القاعدة في محيط مديرية الحوطة بالمحافظة قالت مصادر محلية في محافظة الجوف إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني المسنود بالمقاومة وبين الميليشيا في مديرية المتون غربي المحافظة وقال مركز الجوف الإعلامي التابع للمقاومة إن الاشتباكات اندلعت بعد خرق الحوطيين هدنة قامت بها وساطة قبلية يوم أمس إلى ذلك شنت الطائرة غارات على مواقع الميليشيا وتجمعاتهم في جبل ضبع شمال منطقة اليتمة ومواقع في جبل حام الأعلى شمال مديرية المتون كما استهدف القصف أيضا مواقع في مديرية المصلوب إلى محافظة شبوى حيث قال مراسل قناة بلقيس إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استعداء سيطرة على منطقة الصفراء وعدد من المناطق المحيطة بها شرق مديرية عسيلان وبحسب مراسلنا فإن المواجهات تتركز في أطراف منطقة السليم التي تضم سلاسل جبلية وتتمركز فيها مجاميع من الميليشيا فيما تتقدم القوات باتجاه منطقة النقوب لقطع إمدادات الحوتيين القادمة من البيضاء تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني من اكتشاف حقول ألغام ومصائد زراعتها الميليشيا في أماكن متفرقة من صحراء حريب وعسيلان وبحسب مصادر عسكرية فإن قيادة المنطقة العسكرية الثالثة تعاني من شح الامكانيات الكفيرة بنزع ألاف الألغام في المناطق المحررة لا يبحثون عن كنز ضائع وسط الرمال فمهمة فرق الجيش الوطني وسري الهندسة تطهير الأرض وتنظيفها ولكن هذه المرة من الألغام التي زرعتها الميليشيا وسيلتهم في النزع عصيهم وأيادهم فالكشافات لم تعد تجدي نفعا مع كثرة مخلفات الحرب من رصاص وشبايا إضافة إلى أن صنع الألغام الحديثة أصبح في معظمه من المواد البلاستيكية الذي لا يتعرف عليها الكاشف المعدني في حريب وعسيلان المحررتين كما في حجه والمناطق المحررة في تعز تعمل الفرق الهندسية بتأنن وحذر لإزالة الألغام المزروعة في كل مكان وحتى على الطرق العامة يسيجون بعض الحقول التي لم يطهرها بعد ويضعون العلامة لها بينما ينهمك البعض الآخر في مواصلة تنظيف المكان من الخطر القابع تحت التراب والذي أدى إلى مقتل وجرح المئات منذ بداية الحرب وفي الغالب تفرض الإمكانات المتواضعة على أفراد المقاومة استخدام طرق بدائية قد تعرض حياتهم للخطر بحسب مصادر عسكرية فإن شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة الثالثة تشكو من شح الإمكانيات والتي أخذت على عاتقها مهمة التعامل مع آلاف الألغام التي خلفتها الميليشيا في ظل غياب تام للمنظمات المحلية والدولية يخشى اليمنيون أن تحول الألغام حياة كثير منهم إلى جحيم حتى بعد التحرير فقد زرعت الميليشيا أعداد كبيرة منها في مختلف مناطق اليمن وبشكل عشوائي قال مراسل قناة بلقيس في البيضاء إن الميليشيا قصفت عددا من القرى الآهلة بالسكان في مديرية الزاهر إلى ذلك تجددت المواجهات بين المقاومة الشعبية والميليشية في مناطق أشعاب كيدان والمحصن وحيد الضروة وسوداء غراب في آل حميقان بمديرية الزاهر مخلفة قتلى وجرح وصلت إلى محافظة أبيان 29 جثة لعناصر من تنظيم القاعدة من الذين قتلوا بغارة جوية ليلة الثلاثاء الماضي في محافظة حضر موت وقال مصدر محلي إن تنظيم القاعدة أعاد اليوم 29 جثة من أنصاره ينتمون لمديريات خنفر وله دار وزنجبار بمحافظة أبيان كانوا قد قتلوا بغارة جوية لطائرة أمريكية من دون طيار ليلة الثلاثاء الماضي في منطقة الغبر في الساحل الغربي بحضر موت وكانت مصدر إعلامية قد أكدت أن 50 عنصرا من القاعدة قتلوا في ضربات جوية أمريكية استهدفت معسكرا حديثا للتنظيم رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل والدى شيخ أحمد اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن بدءا من العاشر من إبريل المقبل والبدء في مشاورات سلام تصرفها الكويت في الثامن عشر من الشهر ذاته وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية إن وقف القتال سيساعد في تمكين الموالكالات الإغاثية من إيصال المساعدات للمتضررين وضف أن المشاورات السلمية ستمكن اليمن من مواجهة الأزمة الإنسانية وتحقيق مستقبل أفضل في السياق ذاته رحبت بريطانيا بإعلان المبعوث الأممي لليمن إسماعيل والدى شيخ أحمد التواصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في اليمن أشهد وزير الخارجية البريطاني فليب هاموند في بيان صحفي بإعلان الأطراف اليمنية وقف أعمال العنف وإعلان التحالف العربي اقتراب نهاية العمليات العسكرية وأكد هاموند أن الحال السياسي يبقى المخرج الوحيد الذي سيسمح بإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية وعودة الحكومة الشرعية لليمن كما أكدت الجامعة العربية دعمها للمشاورات اليمنية المقبلة داعية الأطراف اليمنية إلى أخذ الأمور بجدية للوصول إلى حل للأزمة في البلاد وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية سفير أحمد بن حلي إن الجامعة حريصة على دعم المشاورات وفقاً للقرارات الدولية والمرجعيات الوطنية وأكد بن حلي تأيد الجامعة العربية لجهود المبعوث الأممي لحل الأزمة ومنها وقف إطلاق النار بدءاً من يوم العاشر من إبريل المقبل وما يعقبه من خطوات لبناء الثقة وصولاً إلى انطلاق جولة المشاورات في دولة الكويت احتجزت السلطات الأمنية في مطار الملكة علياء الأردنية الطالب محمد عبد الكريم شاكر الذي كان في طريقه من اليمن إلى ماليزيا عبر الأردن وقال ناشطون حقوقيون إن أحد ضباط الاستخبارات الأردنية قام بسجن الطالب شاكر وتمزيق جواز سفره وإلغاء تذكيرته إلى ماليزيا أنشد الناشطون الحكومة اليمنية ووزارة الخارجية التحرك لإطلاق سرح شاكر والتواصل مع السلطات الأردنية ليتم التعامل مع المسافرين اليمنيين بشكل لائق قال وزير النقل مراد الحالمين طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية هبطت اضطرارياً بعد وفاة أحد راكبها في مطار الصنعاء الدولي وبحسب الوزير فإن الطائرة كان على متنها مئة وسبعة عشر راكباً بينهم سبعة عشر جريحاً من أفراد المقاومة الشعبية وكان من المفترض أن تهبط الطائرة في مطار سيئون إلا أنها هبطت اضطرارياً في مطار الصنعاء واستأنفت رحلتها مجدداً بكامل ركابها حذرت منظمة أوكسفان من وقوع ملايين اليمنيين في المجاعة نتيجة تفاقم الأزمة المصرفية وقال مدير مكتب أوكسفان في اليمن سجاد محمد ساجد إن النزاع القائم يضاف إلى الأزمة المتفاقمة الأمر الذي أدى إلى خلق واحدة من أكبر حالات الطوارئ الإنسانية في العالم وأضاف ساجد أن ما يقارب 14 مليون يمني يعانون من الجوع بواقع نصف عدد السكان 36 ساعة هي المدة التي يقضيها مواطنون في مدينة تعز دون طعام حيث الحرب المستعرة منذ عام هذا ما توصلت إليه منظمة أوكسفان بعد بحث ودراسة معمقة كما تقول في المناطق المحاصرة لكن المنظمة التي وصفت الحال بأنه واحد من أكبر حالات الطوارئ الإنسانية في العالم اليوم لم تتحدث عن الطريقة التي يقضي بها آلاف المحاصرين ساعة انتظار طعام لا يأتي وكيف يجيبون على أسئلة صغارهم العالم الخارجي لا يعي حجم الأزمة تقول ذات المنظمة وتقرع للمرة العاشرة جرس الإنذار الذي لا يسمعه محاصر المدينة الذين يستميتون في سبيل مضاعفة الزمن الذي يجوع الناس فيه تضاف تنبيهات أوكسفان إلى تحذيرات سبق لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن لفت إليها وقال فيها أن عشرة من أصل 22 محافظة يمنية تواجه عدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ وهي خطوة واحدة تسبق المجاعة البرنامج أيضا أعلن أنه يواجه تعقيدات في توصيل الإمدادات الغذائية للمحتاجين بسبب حدة القتال والأوضاع الأمنية ورغم هذه الكلمات التي تعمد منظمات دولية إلى استخدامها إلا أن وقعها لا يسري على من يفرضون طوق حصار لا ملامح الانتهاء قال مدير مؤسسة المياه في أبيان صالح بلعيد أن المؤسسة تفتقر لأبسط الإمكانيات الأساسية للقيام بدورها في المحافظة أضف بلعيد أن مرتبات الموظفين لم تصرف منذ أشهر ولا تتوفر ميزانية تشغيلية ومع ذلك تسعى المؤسسة إلى توفير المياه للمواطنين في مديريتي زنجبار وأبيان بإمكانياتها البسيطة المياه المشكلة التي ما تزال تؤرق المواطنين في محافظة أبيان حتى في ظل بذل السلطات المحلية والمؤسسة العامة للمياه الجهود المضنية للحد من احتياجات الناس الماء المنقطع المنقطع على الكهرباء يجي الماء يجي قليل بيوت بعض بيوت ما يجيش أصحاب المزارع يعني بعض الحين يفتحوا الماء ولا ندري نقلس من ثلاث يام من أربع يام من قيمين ولهذا كما تشوفوا الآن يعني الآن كان الصبح يمشي وقطع يعني هذا هو الآن حاصل في قعار مدير مؤسسة المياه الذي يعمل ضمن طاقم من المهندسين والموظفين دون كلل يقول إنهم يعلمون بمدى المعاناة التي واقهها أبناء المحافظة فمؤسسة المياه تعاني معاناة شديدة جدا تتلخص أبرز هذه المعاناة في عدم توفر مرتبات العمال المؤسسة الأكثر من عام عمال المؤسسة يعملون في ظروف صعبة لغاية لا موازنة ولا مرتبات ولا محروقات ولا علاوات ولا أدنى موازنة شغلية تمكنهم القيام بعمالهم ومهامهم الأمر الذي لا يمكننا من تأدية خدماتنا على مدار الساعة مؤسسة المياه تعاني من نقص كبير في الآليات الضرورية التي تساعدها على إيصال المياه للسكان في مديريتين زنجوبار وخنفر المعاناة لا تقتصر على المواطنين فحسب فعمال المؤسسة أيضا يعانون ظروفا قاسية تتمثل في عدم استلام مرتباتهم على مدى أشهر طويلة من أصل المحلية للمياه تعاني من عدم صرف مرتبات العمال لمدة عام ودع المسؤولون في المؤسسة جميع المواطنين بضرورة الالتزام بسداد فواتير المياه حتى تتمكن المؤسسة من صرف رواتب العاملين فيها وتوفير المياه للمواطنين دون انقطاع لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان ختاما هذا تذكير بأبرز العنوين مسيرة حاشدة في تعس طالب الحكومة بدعم الجيش والمقاومة لتحليل المحافظة من الميليشيا اغتيال قيادي في المقاومة بلحج والتحالف يشن غارات على مواقع لعناصر تنظيم القاعدة حقول للغام تهدد حياة المواطنين في المناطق المحررة للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الالكتروني كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الملتقى في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة